اشتركوا في القناة واليوم معانا منتج جديد وخلكم معانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني نسوي حركات بالإيد هي تستجيب صحيح حلو نفتح الكرتون نشوف شنو محتويات كرتون طبعا هذا الحين الفيرجين هذا بدون ريموت عدل متى راح توفر تتوقع ريموت نعم متوقع آخر شهر ستة حلو طبعا هذه الطيارة يعني صراحة حجمها وائد صغير أنا مبهرت إن طيارة هذه المواصفات نقارنها بالتليفون مثلا هذا آيفون سيكس هذا آيفون سيكس تقريبا نفس حجم آيفون سيكس ممتاز حسنا نحن نتكلم عن طائرة سبارك هذي شنو أهم مميزاتها واللي تخليها فعلا طائرة يعني مشوقة والواحد وده يشتريها سبارك هي أول طيارة من دي جي آي وحتى ممكن نقول أول طيارة بالعالم إنك تقدر تتحكم فيها بدون ريموت بدون موبايل بدون شي بس بحركة إيدك تقدر هي تميز وشك تمام وتشوف كف الإيد وصرت تتبع كف الإيد عساس توجه يعني ثري دي سنسنج أو الجسشر مود حركات الإيد طبعا أكيد في كل حركة راح تسوي شغلة يعني مثلا تصور سلفي أفتكر حركة نفس هذه إذا تبت ناديها تسوي بي هذه راح نسوي لها حلقة خاصة راح نسوي حلقة خاصة عن الجسجر أو حركات الإيد حق الاسبارك إن شاء الله بعد هالحلقة حلو حجم الطائرة ممكن تكلمنا يعني إحنا الحين عندنا المافك برو وزنها 730 جرام كم وزن لسبارك 300 جرام 300 جرام أقل من النص عجيب يعني هذه تعتبر حين كبيرة وايد طول السبارك والعرض؟ يعني تقريبا 14 سنتي ونص 14 سنتي ونص؟ 14 ونص ب14 ونص مرتفع إن زين يعني هذه الطيارة أكيد نقدر نطيرها أوتدور؟ إن دور الحين ماكو خلافة؟ طبيعي طبعا إن دور تقدر تطيرها لأنه فيها سنسر كاميرا ومستشعرات أشعة تحت أمرة راح تثبت خليها ثابتة ممتاز بالطيران الداخل حتى لو ما فيهي جي بي اس؟ بالطيران الداخلي إلينا لأن فيها سنسرات من تحت تماما ممتاز بالنسبة للأوتدور فيها جي بي اس تقدر أنك تطيرها هم بعد أوتدور والجي بي اس اللي فيها طبعا نفس قوة الجي بي اس اللي بالمافيك وبالفانتوم فور ممتاز يعني إزاي شنو ميزة الجي بي اس؟ وايد ناس ممكن ما يعرفون يعني شنو راح يسوي للجي بي اس؟ يخليها إنها تثبت بمكانها حلو ولو فقط الاتصال معها إذا كنت عم بتطير بالروموت أو بالموبايل تمام ترجع للمكان اللي طارت منه ممتاز يعني ما راح تضيع راح ترجع مكان اللي طارت منه ممتاز طبعا تكلمنا عن 3D sensing إذين فعلا احنا كان تواجهنا مشكلة بالمافيك والفانتوم فور والإنسباير 2 يقولون إنه مثلا إن قطع الإرسال بالليل وهي رادة ما تشوف جدامها هل فعلا حلوها؟ بالنسبة للسبارك فيها من الأمام فوق الكاميرا فيها سنسر أشعة تحت حمرة أشعة تحت حمرة وكاميرا ممتاز طبعا الإنفرارد ما بيحتاج إضاءة نقدر نعتبره مثل شبيه بأشعة الليزر موجات أو موجات ضوء غير مرئية للعين تقدر تخلي الطيارة إنه تتحسس إش فيه أجسام أمامها ممتاز يعني حتى بالليل تتجنب وما تدعم طبعا المسافة كذر تقريبا 5 متر 5 متر حلو حلو ممتاز يعني هذي أنا توقح التكلوجيا اليديدة راح تكون في طائرات دي جي آي في المستقبل سالفة الإنفرارد أنا أتوقع شيء جديد نزين إحنا قلنا طبعا إمكانية تحكم بالطائرة ثلاث طرق ياما بالريموت واللي هو أفتكر أفضل شيء ويوصل شكيف يوصل تقريبا؟ 2 كيلو متر يعني يقولون 2 كيلو ممكن يشيل 200-300 متر يا سيدي على الحجم كيلو نصف كافي طبعا أكيد أنا أصلا نصف كيلو وأخاف بعد أودها أكثر طبعا ترددات الريموت سالفة الإنفرارد تعمل على الواي فاي والواي فاي تعمل إما 2.4 أو 5.8 ليس لأيت برج طبعا لا 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 ليس لأيت برج طبعا ولا التكنولوجيا اليديدة اللي حطها أوكيو سينك اللي موجودة بالمافيك موجودة بالمافيك سالفة الإنفرارد وواي فاي بس طبعا وواي فاي الموبايل توصل تقريبا 80 متر حالو مدى وارتفاع 50 متر ممتع هذا طبعا اللي بتعلن عنه الشركة هذه الظروف المثالية بتوصل هذه المسافة بالنسبة للرموت كون الرموت فيه أنه أجهزة تقوية إشارة وفيه أنتنات ممكن أنه يوصل لغاية 2 كيلو ممتاز مسافة كبيرة طبعا قلنا عن طريقة الريموت كنترول أو الواي فاي اللي هو موبايل أو الآيباد وطبعا طريقة الفاتحة الجسجر أو التحكم بالإيد ممتاز طبعا نحن قلنا هم السنسرات اللي تحت راح تثبت الطيارة اندور صحيح وسهل التحكم فيها خلكم معانا وراح نشوف معلومات أكثر عن هالطيارة راح نتكلم عن بطارية السبارك ممكن تورينا البطارية مالتها مهندس نزار حلو يعني إذا نقارنها مع بطارية الماذك برو يمكن نص الحجم ماذا كدر قوة البطارية مثل سبارك تقريبا واحد ونص أمبير وهو 1480 ميلي أمبير حلو بتعطيك الشركة كاتبة أنه 16 دقيقة طيران طيران 16 طيران ولكن فعليا بالواقع 12 14 حسب درجة الحرارة وحسب مقاومة الهوان حسب كل مرة تفعى درجة حرارة ستقل أداء البطارية ستقل 13-14 دقيقة ماكسمم وشيزين طيارة طبيعي بهذا الحجم الحجم الصغير طبعا هي ثريسل وزنها تقريبا 95 جرام ممتاز يعني أقل من 100 جرام طبعا هي حلوة البطارية حجمها صغير شركات الطيران ما رح تعمل لك مشاكل أثناء السفر حلو حلو حاليا كل شركات الطيران ترفض أنها تشحن معك بطاريات كبيرة فهذه البطارية لو أخذ معك 3-4 بطاريات ما رح يعمل لك مشاكل حلو ممكن تكلمنا عن شو واحد يشحن البطارية البطارية تقدر تشحنها بعدة طرق البطارية طبعا بس نركبها في فوقها فتحة USB موجودة بالطيارة في مكان حق الميموري كارد والـ USB تقدر تشحنها بالـ USB إما على الشاحن اللي جاي معاها أو عن طريق الباتري بنك حلو حتى الباتري بنك اللي شحن البطارية أو مثلا شاحن الولاعة اللي بالسيارة ممكن تشحنها منه في الانحاسات اللي على البطارية من تحت هذه الانحاسات دي جي آي رح تتوفر قاعدة نفس شكلها بشبه الجنطة حلو لما تقعد عليها الطيارة مثل وايرلس يعني بروحها لا هي مو وايرلس يعني ما يحتاج واير بدون وايرلس إنه فيها انحاسات رح تكون بالقاعدة لما تحط عليها الطيارة رح تشحن البطارية والقاعدة هذه رح تكون متوفرة مستقبلا إن شاء الله في مكان كمان لبطاريتين يمين ويسار الطيارة من أكثر من البطارية نفس الوقت بالضبط وتقريبا مدة شحن البطارية يعني حوالي 50 دقيقة يعني من 45 إلى 50 دقيقة ممتاز مهندس نزار مهندس نزار يعني من أكثر الأشياء اللي تميز هذه الطيارة القيمبل صحيح أو اللي هو مثبت الاهتزاز مانع الاهتزاز نعم شنو يعني مثبت الاهتزاز ميكانيكي أو ميكانيكا الشركات الثانية غير دي جي آي لما نزل الطيارات بهذا الحجم نزلتها بكاميرا ثابتة حلو فيزيائيا ثابتة ما فيها مانع الاهتزاز المانع الاهتزاز إلكتروني لأنه يعالج الصورة ويحاول أنه يمنع اهتزاز الصورة طبعاً كونه إلكتروني سرعته غير كافية أنه يعدل الصورة هذه فيها مانع اهتزاز ميكانيكي محورين ممتاز محورين اللي هو 2 أكسس ممكن تقول لنا ما الفرد بين 3 أكسس اللي موجود في طيارة المحورة ما الفرد المحور اللي بهمونا بالنسبة للتصوير المحور اللي فوق حلو اللي هو فوق تحت تلت أب تلت داون حلو الرول اللي هو اليمين يسار ممتاز لما تميلس الطيارة يمين أو يسار الكاميرا تظلها تابتة المحور الثالث اللي هو اليو اللي هو موجود بالمابك برو هذا المحور اللي مو موجود هذا المحور مو موجود بالسبارك وإنما دي جي آي عاملين للمحور الثالث معالج إلكتروني على أساس أنه ما تبين فيه قطعة بالصورة تصير نعمة رح نتكلم عن كاميرات السبارك هذه الكاميرا الصغيرة طبعا هي نوع السنسر سيموس نفس تقريبا المابك برو وحجم السنسر واحد على 2.3 أو واحد على 2.3 إنش هم نفس حجم السنسر اللي موجود بالمابك برو فيها إلكترونيك شتر مو ميكانيكل الفانتوم فورو برو شنو ميزتها؟ ليش هي اسمها برو لأنه فيها ميكانيكل شتر طبعا يعطي تصوير أفضل الأوتو فوكس فيها ما يحتاج أنك تسويها تاب تو فوكس نفس الفانتوم عفوا الماذك برو هي خلاص من تشغلها رح تاخذ كل شي فوكس ما يحتاج بعد تحط صبعك على الشاشة وتاخذ فلات فوكس كل مكان فوكس طبعا الإلكترونيك شتر واحد على ثمانتالاف سرعة والآيزو رينج بالفوتو من أمية إلى ألف وستمئة آيزو بالفوتو فقط حد ألف وستمئة طبعا كل ما تزيد الآيزو النيوز رح يزيد أو التشويش بالصور رح يزيد الأفضل أنك تظل على أرقام صغيرة واضية الآيزو مال الفيديو من أمية إلى ثلاث تلاف ومئتين الفيديو من أمية إلى ثلاث تلاف ومئتين طبعا فيها مانيول أنك تتحكم بالشتر والآيزو ما تتحكم بفتحة العدسة وفيها طبعا أوتو أنها بروح تضبط كل شي العدسة هي 25 ملي العدسة الصغيرة هذي 25 ملي فتحت العدسة ما تعطينا 25 ملي يعني ما تعطينا التحدب عين السمكة نعم بالضبط الفيش آي مو موجودة تذكر الجو برو القديمة كان فيها التحدب هذا هذا الحلو في 25 ملي أنه ما فيها هذا التحدب أو الفيش آي افكت فتحت عدستها 25 ملي نفس تقريبا عين الإنسان يعني يمكن شوية أكثر هم يعتمد على السنسر شكذر يسوي كروب وطبعا فتحت العدسة مات الكاميرا 2.6 fix 2.6 ويعني كاميرتها صراحة أنا صورت فيها بالنهار ممتازة بالليل فيها نويز طبعا طبيعي بسبب حجم السنسر بالضبط مو طيارة ليل يعني مو تصوير ليل بس بالنهار صورتها حلوة الحين نتكلم عن الفوتو أكثر نوع الفايل JPEG JPEG ما تصور رو ما فيها رو مو نفس الماذك والفانتوم فيها رو الشوتينج رينج طبعا 2 ميتر يعني شنو انه أقل مسافة عسى تاخذ فوكس مترين من الهدف اللي بتصوره وفيها ثلاثة فرين بير سيكند يعني ممكن تصور ثلاث صور وراء بعض بالثانية الوحدة حجم الصورة اذا بتكبرها ثلاثة وتسعمية وثمانية وستين في الفين تسعمية وستة وسبعين حجم الصورة فيها ميزة حلوة الشالو فوكس اذا تشايف الفاند عفوا الايفون 7 او 7 بلس في الايفكت ان الفوكس هذا موجود هم بالطيارة بالطيارة طبعا انت بعد ما تصور بابلكيشن دي جي اي جو فور هناك فيه انك تنجي مكان اللي تبي فوكس واللي ما تبي فوكس فيها الشغلة حلوة بعد بانوراما مود يعني تقدر تاخذ بالعرض وفقي او رأسي اذا عم بصور برج او مبنى ياخذ مجموعة صور ويعطيك بانوراما وهذه شغلة وايط حلوة الفيديو الفيديو طبعا فول اج دي يا ريت كنت اتمنى ان تكون فور كي بس طبعا حق ضيارة هالحجم حمل فول اج دي وايد زين اللي هو الف وتسعمية وعشرين في الف وثمانين وترى احنا اغلب تصويرنا لنصور فور كي للسوشال ميديا والردة فول اج دي عشان نعرضها على التلفزيونات يعني التلفزيونات اللي حاليا بالبيوت اغلبها فول اج دي يعني قليل فور كي حاليا بالفيرموير اللي موجود بس ثلاثين فريم ما في خمسة وعشرين ما في خمسة وعشرين واربو عشرين بس الموضوع مو صعب ممكن في المستقبل يطلعون لسوفتوير ويسوون البال طبعا الماكس بيت ريت يعني الثانية الوحدة من الفيديو عبارة عن 24 ميجا بايت بير سكند وهذا كواليتي لا بأس فيه يعني يعطيك كواليتي صورة 24 ميجا بايت يعني الثانية الوحدة في 24 ميجا بايت حجم الفيديو حجم الملف بالضبط حجم الملف طبعا الفيديو فورمات mp4 اللي هو mp4 والh264 وهذا يعني أغلب البرامج المنتاج تستقبل هذه الفورمات وصراحة يعني كاميرتها حلوة على هالحجم الصغير ما نقدر نعترض على كواليتي الفيديو معنا بالضبط يعني خصوصا بالنهار وفي النهاية هذه طيارة صغيرة يعني for fun مو حق شغل احترافي مثلا نفسه inspire 2 والفانتوم 4 Pro بس تطلع منها يعني لقطات حلوة موسيقى نزار نزار هل تسمعوني؟ حلا من دمت شكلك طاير حلو الحين بنبدي فقرة أسئلة وأجوبة يعني في وايد ناس عندهم أسئلة وأجوبة أو شي قولينا هاي شنو؟ هذي الدي جي آي جوجل نظارات من دي جي آي حلو حق طيارات دي جي آي هي أول ما أعلنت عنها دي جي آي كانت مع المافيك هذه النظارة أنك تقدر تشبكها مع المافيك مافيك برو بحيث أنه بدون أي ويرات تقدر تشبكها دايركت مع الطيارة تشوف تصوير الكاميرا لايف على النظارة كأنك أنت قاعد داخل الطيارة بالضبط و أفتكر لما تحرك النظارة كاميرا المافيك تتحرك فوق تحت يمينيسان بحيث أنه بس تطالع تمام وتقدر تتحكم بالسيتنجز مالة الطيارة من النظارة ممتاز بحيث أنك تحرك بس الكاميرا و بحيث أنك تحرك الكاميرا زائد دوران الطيارة أول سأسألك فقرة الأسئلة و أجوبة تركب النظارة على سبارك؟ لا حالياً ما بتركب مو متوافقة معها النظارة حالياً متوافقة بس مع المافيك برو مع الإنسباير 2 عن طريق واير مع الإنسباير 1 مع الفانتوم 4 فانتوم 4 برو بس ممكن ينزل أبديت؟ والله حسب الإشاعات اللي عم تطلع أنه حينزل أبديت يجعل النظارة متوافقة مع سبارك خصوصاً في دعاية دي جي آي الرسمية مع سبارك صحيح شاهدنا في واحد لابس النظارة صحيح أنا أفتكر موضوع ممكن أبديت ممكن أبديت ممكن مع الروموت مع سبارك نتنشبك عن طريق الريموت تنشبك حتى الحين رسمياً دي جي آي ما صرحت عن المعلومات بالضبط بس يعني أنا أتوقع ممكن رحت تنشبك حتى لو مع وائر يعني عن طريق الريموت ممكن عن طريق الـ USB سنوصل مع الرياح سؤال مهم، هذه الطيارة الصغيرة هالحجم، نقدر نطيرها طبعاً خارجي شكذر تتحمل سرعة رياح؟ لغاية 28 كم بالساعة، يعني هوا خفيف؟ تسمح لي اوضح لهذه النقطة الـ Spark بالـ Sport Mode وضعية الطيران الرياضي بالـ Remote لازم يكون عندنا الـ Remote سرعتها 50 كم بالساعة، فهذا اللي بيخليها تقدر تستحمل هوا لغاية 28 كم بالساعة، فأنه فوق النص سرعتها يعني سرعتها 50 نصهم 25 هي تستحمل الزيادة شوية، يعني ماكو خوف ان الواحد إذا الجو زين ان يطيرها يطيرها عادي بدون أي مشكلة إذا الهوا قوي لازم تطيرها بالـ Remote عشان تقدر تحطها Sport Mode طبعاً احنا دائماً ننصح ان هذا هوى قوي حتى طيارات الكبيرة لا تطيرها بالضبط نزيل، أقصى درجة حرارة وتدري احنا حين ما شاء الله في الصيف والحرارة ما شاء الله مولعة شكدر تتحمل أقصى درجة حرارة؟ مثل باقي منتجات DJI Spark تتحمل لغاية 40 درجة هذا المكسموم، أعلى حرارة أقل شيء؟ أقل شيء لغاية 0 صفر يا رأيتك وزيرو هنا حلو، نزيل يعني احنا الحين المافك برو من أهم مميزاتها انه لذراع عمالها يتصفط نقدر نصفط هذي؟ لا، سبارك درعانها ثابتة وما توقع تحتاج انك تصفطها لأنه أصلاً حجمها صغير كبر كفلية ممكن Virgin 2 مثلاً طبيعي، جميع الشركات انه ما بتنزل كل المميزات بمنتج واحد نزيل نقدر نزيل المراوح مثلاً بكل سهولة كبس ولف حلو، ما شاء الله مراوحة وائدة صغيرة سنشوف نقارنها مع المافك ممكن أقل من النص ممتاز، يعني بسهولة انك تشيل المراوحة وتبدلها حلو، تمام نزيل نقدر نركب حامي للمراوح نعم رح ينزل مع الكمبو بيجي الحامي مع الكمبو السنجل اللي هي نفس هذي تقدر انك تركب لها تشتري تشتريها بروح وتركبهم الحماية طبعاً افتكر ميزة الحماية خصوصاً بالاندور اذا انت مثلاً تبي الطوف او تنزل تحت طاولة تحت كرسي تبتسوي حركات شوية خطرة فمع الحماية شوية تكون مرتاح حتى لو تطق يعني مراوح ما راح تكسع لان هي الاشاية للطيارة هي مراوحها فالحماية راح تحمي المراوح وبالتالي ما راح تخلي الطيارة انها تطيح تمام ممكن تطلع لنا الميموري كارد وين موجود متل ما قلنا البطارية فوقها في كلمة سبارك نفتحها حالو هذا المايكرو المايكرو اس دي اقصى ميموري افتكر 64 هذا الركومة 64 من شركة دي جي اي حلو ونوعة طبعاً يو اج اس اس دي اك سي هذا نوع الميموري كارد او اختصاراً نقدر نقول كلاس 10 كلاس 10 اوكي تمام ممتاز نزيل سؤال وايد وايد حلو نقدر نركب ريموت المايكرو على الانسباير الخصوصاً انا ودي يكون عندي ريموت اطير السبارك للأسف لا لانه المايك نظام الاتصال بين الطيارة والرموت دي جي اي تسميه نوع من انواع هذا نظام خاص بدي جي اي سبارك واي فاي فالتكنولوجيا غير مختلفة مو موضوع ماركتنج نانا ما ابي ابيع اكثر لا 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 طبعاً تكنولوجيا الواي فاي ارخص من تكنولوجيا الوكيو سينك لانه ارخص الطيارة الطيارة ارخص حلو تمام تمام نزيل طبعاً قلنا ان الطيارة نقدر نشحنها باي مصدر يو اس بي حتى ولعت السيارة مثلاً السيارة شاحن الموبايل باتري بانكس فهذا يعطيك يعني نفس الاندرويد نفس الاندرويد نفس الاندرويد يعني هاي الفتحة نفس الاندرويد طبعاً الحلو انه في ما تكلمنا عن الاندكيشن انه شكذر طبعاً هذي باتري ان شكذر تكون مشحونة يعطيك الليتات اللي هني موجودة هاي شغلة حلوة انك تعرف شكذر مشحونة اوكي اوكي اللي موجودة بالطيارة يعني مثلاً احنا بالمافيك برو اكو اكتف تراك اكو فولو مي ترايبود مود هل موجودة بالطيارة؟ عندك بالمافيك سبع انظمة الطيران مختلفة بالسبارك فيها خمسة ممتاز في منهم موجودة بالسبارك مو موجودة بالمافيك وفي منهم طبعاً موجودين بالمافيك السبارك فيها الخمسة انظمة الطيران نورمل الطيران العادي ترايبود مود تكون بطيئة افتكر هذي ميزة حلوة على اساس انت لما تصور داخلي ما تخاف انك تدعم فتكون بطيئة صحيح على اساس ان استجابة الطيارة تكون ناعمة حلو وعلى فترة الترايبود مود حلو حلو الميزة اللي موجودة فيها من ضمن الفلايت مود اللي هي اللي موجودة اللي تتحكم فيها بحركة مو موجودة بالطيارات ثانية صحيح وفيها فولو مي طبعاً فيها فولو مي حلو تماماً فيها الاكتف تراك طبعاً الفولو مي اللي هي تتبع الموبايل او الرموت الاكتف تراك انها تتبع جسم انا بحدد لها حلو حتى لو الرموت موجود مع الجسم نعم مثلاً او دراجة هوائية ممتاز ممتاز وفيها طبعاً سبورت مود بالرموت فقط حلو تمام تعتقد ممكن نركب فلاتر طبعاً انا صراحة استبعد الموضوع هلا الكاميرات عادةً بتيجي انه عدستها دائرية فبيركبو لها فلتر دائري بالضب ويكون في مجال انه شوية عمق انه يمسك فيها الفلتر هنا ممكن يكون اكو ستيكرز ستيكرز كفلتر ممكن من اهم الاسئلة شنو الاسعار وشنو الانواع وهل راح تكون متوفرة كل انواع عن قريب الانواع هي كطيارة نفسها بس اللي اختلف انه نزلت سنجل انه هي بس طيارة وبطارية ومراوح اضافية تمام وشاحن نفس هذه اللي معانا حاليا اللي هي موجودة بالكرتون هذا اي نعم هادي هي سبارك سنجل حلو بتيجي بدون رموت هادي اللي اللي حين متوفرة هادي اللي اول شي نزلتها دي جي اي تمام هاي اللي متوفرة حاليا كم سعر هادي هادي 169 دينار كويتي حلو ممتاز الموديل التاني اللي راح مفوض يتوفر في نهاية شهر ستة 2017 اللي هو الكمبو بتيجي معاها بالاضافة للطيارة بطاريتين اضافيات تمام تشارجنغ هب اللي يشحن ثلاث بطاريات رموت هذا اهم شي حماية للمراوح ممتاز وحيكون سعرها 239 دينار كويتي ممتاز وافتكر بعد مراوح اضافية ايه طبيعي مراوح اضافية دائما انو دي جي اي بتنزل مراوح اضافية ممتاز 239 دينار كويتي بس طبعا لاحد الان بالضبط التاريخ مو معروف يعني متوقع نهاية شهر ستة بس ما اعلنوا حلو ممتاز بس اللي اول شي الحين متوفر اللي هو السنجل السنجل اللي موجود هنا صحيح فيه الوان يعني هاي حركة حلوة بس افتكر في البداية اللي راح يتوفر اغلبها ابيض مو اول الدفعات اللي طلعتها دي جي اي ابيض فقط تمام الالوان متوقع انها تنزل بعد الكمبو او مع الكمبو ممتاز لسه ما تحدد انا كنت بتمنى انو دي جي اي تعمل الكفر نفس كفر الموبايل انك تبدله باللون اللي بالذكية بس يعني حين صعبة افتكر لا لا لازم براغي عشان تمام تمام حلو حلو اش لو واحد يقدر يطلب مثلا هل لازم حج مسبق ولا موقع فالكون مثلا هي ان شاء الله فالكون راح يوفرها بكميات كافية وانما طبعا دائما دي جي اي بمنتجاتها الجديدة بكون في عليها طلب عالي اعلى من الانتاج فمننصح الجميع انو يحجزها قبل طبعا الان اللي يبي يحجزها راح يطلع الموقع فالكون 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 ارسي هوبي يدش داخل وفي مبلغ افتكر خمسين دينار للحجز طبعا مستردة هذه حلو تمام يعني اذا اي وقت مات بها تقدر ترد المبلغ طبعا ممتاز يعطيك العافية المهندس ازار الله يا عافية صراحة شوكنا انا جربتها شوية صراحة وكانت حلوة بس هل ايام لان الحرارة عالية مو اي وقت تقدر تطير ووايد وايد متحمسني انطر الريموت في النهاية يعني لاحد يتوقع ان هذه طيارة الصغيرة طيارة احترافية هي طيارة نزلوها حق الوناسة سلفي سفر طلعات سفر طلعات قاعد مثلا مكان تبدأ اخذلك سلفي حتى بدون ريموت تقدر تطيرها وتنزلها تصوير الليل يعني في نويز صراحة نكون معاكم صريحين بس بالنهار صورتها وايد ممتازة وصورة الفوتو انا اخذت صور فوتو صراحة شارب جميلة يعني صور الفوتو فوكس زين فوكس زين ايه وايد زين وانا اتمنى نشوف بداعات الشباب اللي راح يشترونها والبنات طبعا هم من احلى الاشياء ان البنات انا افتكر راح يشترونها الطيارة ويجربونها لانا وايد سهلة صحيح يمكن في السابق بطيارات الكبيرة انه شوية في رهبة ايه في رهبة هذي طيارة صغيرة المفروض تكسر حاجز الخوف انه راح يكون فيها اقبال يعني من اخواتنا ونشوف بداعاتهم سواء الشباب او البنات يعطيك العافية الله يعافيك وان شاء الله راح نجربها عملي ويبيننا هم راح نسوي حلقة ان شاء الله عن الجسجر مود او ان شنو الحركات التحكم بالايد التحكم بالايد مشكورين على متابعتكم وان شاء الله استفدتوا من هذه الحلقة وكانت فيها معلومات قيمة معاكم اخوكم علي يونس ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع تحيات فالكون ارسي هوبي